في المناسبات الوطنية والدينية تحضر جهود المؤسسة الحكومية لما يلزم الأمر من تكاتف للجهود وتحقيق رؤى النجاح وإنجاح أي خطة من شأنها تسهيل الخدمة أمام المواطن العراقية ولأن الزيارة الأربعينية تأتي على رأس أولويات الأجهزة الحكومية والأمنية في العراق فإن وزارة الكهرباء التي تستمر بإنجاز وتحقيق الأفضل ضمن أولوياتها في تقديم خدمة زوار الأربعين من العراق وخارجه تضع الخطط العملية لإتمام مراسم وأيام الزيارة بما يضمن سلامة وراحة الزائرين وعلى الفور كانت توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لوزارة الكهرباء بتنفيذ الاستثناء الكامل لمحافظتي كربلاء والنجف من القطع المبرمج بما يحقق استمرار توفر الطاقة الكهربائية لملايين الزائرين في المحافظتين الوزارة عملت على تجهيز الطاقة الكامل وحسب القدرة الاستيعابية المتاحة لخطوط وشبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية جهود متواصلة ترافق الزيارة الأربعينية إلى حين انتهائها وهو ما يكرس حرص الحكومة وفريقها الوزري على تقديم الخدمة الكاملة التي تليق بالمواطن العراقي والزائر إلى الأراضي العراقية خطوة ثمنها مواطنون ومسؤولون بتوجيهات الكاظمي الحكومية وحرص وزارة الكهرباء على تنفيذها على الأرض خدمة لقدسية الزيارة وأهميتها للعراقي والزائرين